هذا هو أطول ناطحة سحاب في الصين باستثمارات إجمالية قدرها 2 مليار دولار كما أنها تحتل المرتبة الثالثة في العالم أطول ناطحة سحاب بدأ البناء في 29 نوفمبر 2008 وتم الانتهاء من أعمال البناء الشاملة في 12 مارس 2016 على مدى ثماني سنوات لا تنسوا الاشتراك في قناتنا سنسعد بي اشتراكك في القناة وإعجبك بي القصة ومشاركتها والتعليقك عليها الجانب الأكثر إثارة للدهشة هو بطبيعة الحال ارتفاعه يقف على 632 متر يستخدم المبنى الرئيسي بشكل أساسي للمكاتب والفنادق والشركات والمرافق السياحية ويتكون من 127 طابقا فوق الأرض يقف على قمة لتجربة مشاهدة معالم المدينة فإنه يشعر وكأنه امتلاك مدينة شنجهاي بأكملها حتى برج اللؤلؤ الشرقي الشهير يتضاءل بالمقارنة يتميز هذا الهيكل الأيقوني في شنجهاي بمظهر خارجي متصاعد مع فتحة تلتف من الأسفل إلى الأعلى مما يجعل مظهره فريدا من نوعه في الصين والعالم تتبنى حفرة الأساس لبرج شنجهاي خطة شاملة تجمع بين البناء التصعدي للمبنى الرئيسي والبناء الهابط للمنصة الحفرة هي رباعية مع طول الجانب من حوالي 200 متر يبلغ قطر الحفرة الدائرية خارج المبنى الرئيسي 123.4 مترا وعمق حفر 31.2 مترا يستخدم الهيكل الاستنادي جدارا مستمرا تحت الأرض بسمك 1.2 متر وعمق 50 مترا يبلغ سمك اللوح الأساسي الكبير 6 أمتار ويتم بنائه من خلال القطع المفتوح والبناء التصعدي ويمكن أن يتحمل بنائه المعماري زلزالا بقوة 10 درجات يقال أن 90% من السياح خارج المدينة الذين يزورون شنجهاي يجعلون من نقطة تجربة برج شنجهاي هذه ليست مجرد نطحة سحاب إنها دعوة لرفع تجربتك في شنجهاي وبالتالي هل أنت مستعد للارتقاء فوق المألوف وأن تكون جزءا من ملحمة أفق شنجهاي برج شنجهاي ينتظر إنه ليس مجرد مبنى إنها مغامرة